السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الجمعة 29 أيلول سبتمبر القمر طبعا انتقل وهو الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الخميس القمر ما زال موجود في الحوت واحنا في فترة خلوه مسار بعد منتصف الليل يعني من أول ثواني دخولنا ليوم الجمعة خلص يعني هيك بصير القمر عنا بده ينتقل يعني ما ظل وقت أساسا وبدخل 17 دقيقة وبيكون استقر في برج الحمل عشان هيك اننا نعتبر اليوم اللي هو الجمعة القمر موجود في برج الحمل طبعا القمر بما انه رح يكون موجود في برج الحمل رح يظل لغاية الساعة وحدة و 18 دقيقة من صباح يوم الأحد في برج الحمل بعدين بنتقل لبرج الثور القمر موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و 17 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة بعديها بده ينتقل يعني طول اليوم رح يكون موجود في منزلة الشرطين هي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان لعمليات الصغرى تقليم الأظافر قص الشعر ولكن مش قص الشعر العلاجي رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و 3 دقائق من مساء يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء زي ما حكينا احنا ما زلنا في فترة خلو المسار يعني ضيللها 17 دقيقة من بعد منتصف الليل وبتنتهي بدأ خلو المسار الساعة 8 و 57 دقيقة مساء يوم الخميس ورح يستمر لغاية الساعة 12 و 17 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن نزيد ثلاث ساعات يعني الساعة 13 و 17 دقيقة فجرا بعدها القمر بنتقل وبستقر في برج الحمل عشان هيك لازم أنوه وذكر أنه هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون طول اليوم موجود في برج الحمل معناته بنشعر بأن بهاي الفترة أكثر نشاط في العمل عندنا تصميم عالي جدا لإتمام بعض الأمور طبعا كل الأبراج بشعروا بالاستقلالية أكثر ممكن تبدأ بمشروع جديد فترة ممتازة لهذا الأمر ولكن من المرجح أنه أفعلنا تكون متسرعة أو متهورة بها نظرا لأنه حاكم الحمل المريخ فبعطي نوع من أنواع التسرع والتهور والعصبية علينا أن نكون برضو حذرين على الطرقات أثناء قيادة السيارة وأثناء الحركة لأنه شوي ممكن ننفعل أو نحب المغامرات والمجازفات منلاحظ أيضا في خلال هذا الوقت أنه منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لمشاكل أو الحجج الغير ضرورية منفقد دبلوماسيتنا بتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير طبعا لما يصير القمر موجود دائما في برج الحمل يوصى بجراء فحصات تتعلق بالرأس أو بالعيون وبرضو بإمكاننا تصريح الشعر أو قص شعر تجميلي أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في زاويتين يعني اللي راح يكون لهم التأثير المباشر خلال هذا اليوم الزاوية الأولى اللي هي زاوية التقاول السلبية اللي هي القمر بدري يعني بمعنى آخر وهي زاوية ما بين القمر والشمس راح يكون ذروتها ساعة 9.57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وعادة لما بيكتمل القمر بدرا أو هنا بتصيبنا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع لأنه ما احنا بنكون مش عارفين هو العقل اللي بدي يشتغل ولا المشاعر اللي بدي تشتغل فهذا الشيء بسبب نوع من أنواع الصراع وبينعكس هذا سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا هاي الزاوية قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين الزهرة وبين أورانوس وهي زاوية خطيرة ذكرتها يوم 22.9 في حلقة يوم 22.9 وقلنا أنه هاي الزاوية تأثيراتها من 22.9 ليوم 16 ذروتها 29.9 اللي هو اليوم الساعة 55.52 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وقلنا أنه بخلال هاي الفترة اللي هي من 22.9 لغاية 6.12 يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات أو علاقات عاطفية ممكن يكون لها بعض العواقب الوخيمة لأنها بتكون مش مدروسة وبتدل هاي الفترة على أنها فترة غير مناسبة لطرح الانتاجات الفنية للأسواق لأنها بتلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة ممكن تتعرض لبعض الحضر أو تحضرها الدولة ما ترضى بثها أو يصير عليها تأخيرات يستحسن أيضا في هاي الفترة تجنب إقامة الحافلات أو السهرات لأن احتمالية فشلها بتكون عالية أو ممكن يوقع حوادث غير متوقعة في هاي الاحتفالات ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث وبتفسد أخلاق الناس بسبب الانحلال القلقي والتحرر بمعناه السلبي كذلك من الأفضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لأن الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك والمؤسسات المالية بتعرف نوع من أنواع التراجع المفاجئ في المداخل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية طبعا الآن أصبحت أعضاء اللي لها علاقة في برج الحمل هي المتحكمة واليوم بما أنه مراحل اكتمال القمر معناته الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم هدولة لأكثر حساسية فعشان هيك دير الأشخاص اللي بيعانوا من ضغط الدم بدهم ينتبهوا من الصداع وأيضا من آلام الرأس وألام العيون برضو في هاي الفترة ما مننصح إحنا بإجراء العمليات الجراحية لهاي الأعضاء اللي ذكرناها ولا للأعضاء الأخرى لأنه مراحل اكتمال القمر يعني زيادة تدفق الدم في الجسم وزيادة سيولة الدم فخوفا من النزيف خصوصا الأشخاص اللي بيأخذوا مميعات ما مننصحهم إلا إذا كانت اضطرارية بالنسبة لأعمليات التجميل الجراحية ما مننصح فيها ولكن الأمور اللي إلها علاقة بالبشرة أو إلها علاقة بالحقن والأمور هاي يعني لو تتأجل بيكون أفضل ولكن أمور الأسنان يعني ما في أي مشكلة لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد لأنه مراحل اكتمال القمر يصلح ولا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبع ولا يصلح أيضا للقص العلاجي لأنه عملية الاكتمال وأيضا في عنا الزهرة بشكل زاوية التربيع قوية جدا يعني بتأثر على التجميل بشكل سلبي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم بيكون ساعة تسعة وثمانية واربعين دقيقة مساء من مساء يوم السبت ثلاثين تسعة وبيستمر طبعا خلو المسار حتى اليوم التالي أي حتى ساعة واحدة وثمنتاشر دقيقة صباح يوم الأحد لا يستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل بدرا عمر 15 يوم في تمام ساعة خمسة واثنين وخمسين دقيقة مساء بصير 16 يوم نسبة الإضاءة برضو اليوم 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة 10% القمر في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين تسعة منتحس بنسبة 25% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% ولكن في ساعات العصر برجع منتحس بنسبة 10% عطارد في العذراء حتى يوم خمسة عشرة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الأسد حتى يوم تسعة عشرة سعيد الآن بنسبة 50% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم اتناعش عشرة سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم واحد وثلاثين اتناعش منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6 و 12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا بحجم كبير اليوم لأنو ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم يعني تعتبر هاي فترة إيجابية لبداية مرحلة جديدة بالنسبة للكم بتدعمكم بشكل كبير على المستوى النفسي مستوى عاطفي على مستوى عملكم علاقاتكم فيه نوع من أنواع الدعم الخارجي برضو فيه نوع من أنواع الاهتمام بالمسائل المالية والقروض والتركيز على العمل والصحة في هاي الفترة يعني فيه برضو قرار جديد أو موضوع جديد ممكن أنك تتخذوا خلال هذول اليومين برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر موجود اليوم في بيت المتاعب فعشان هيك هذا اليوم بيطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني حاولوا أنكم تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا بشكل كبير لغذاءكم وراحتكم وحاولوا أنكم تكونوا صبورين جدا ليش؟ لأن القمر زي ما حكينا موجود في بيت المتاعب هذا الشيء بيضغط عليكم بشكل كبير حاولوا أنكم ما تتخذوا أي قرارات حاسمة خلال هذول اليومين كلها يعني يومين وبعدين الأجواء بتتحسن بشكل كبير ولكن الآن حاولوا أنتم تمشوا بشكل روتيني برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشطه اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء لأجواء جيدة ممتازة جدا اليوم لتعزيز العلاقات مع المعارف والعلاقات الاجتماعية مناسب للأشخاص اللي بيشاركوا في حفلة أو مناسبة أو ممكن يتوجه الكدعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة خلال هذا اليوم أو بتفرحوا بدعم من جهة ما عشان هيك بتقدر اليوم تقدم بعض الحلول المعتدلة عشان تحظى بالتحالف الجيد ممكن تستعين ببعض الأصدقاء أو المعارف لإتمام بعض المسائل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بيفتح مجال جديد بالنسبة لعلكم أنه اللي بيرغبوا بدهم عمل جديد أو بدهم يقدموا طلبات فهذا اليوم بيفتح فرصة كبيرة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة حاولوا أنكم تنظموا وقتكم بشكل جيد احترموا الموعيد هاي الفترة بتطلب نوع من أنواع الدقة والمتابعة عشان هيك حاول قدر الإمكان أنك تتحضر بشكل جيد وما ترتجل برضو هذا يعتبر بيت السمعة فما في داعي للمجازف والمغامرة وتشويه السمعة بالتصرفات أو بالكلام برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الجانب اليوم الطاقة عالية جدا بالحوار والنقاش والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة وهاي فترة ممتازة جدا لخوض تجربة جديدة كما أنها فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير أو مجال الرياضة أو مجال الحركة أو الدراسة أو التعليم فهذا وقت مناسب لكثير من الأمور حتى اللي بدهم يقدموا أوراق أو معاملات سفر فهذا يوم مناسب برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم اليوم التركيز كله رح يكون على الأموال المشتركة فهذا الشيء بيسبب نوع من أنواع التقلبات بشكل كبير على المستوى المالي أو قلق من وضع مالي معين ممكن مطالبات مالية أو شراكة أو بنك ضريبة تامين فهي الأمور هي اللي بتشغل فكركم فيه نوع من أنواع ترتيب بعض الفواتير ممكن تسعى لا تسوي مع أحد الجهات أهمش أنك ما تفرض رأيك ولا تكون عنيد وما تهم الأوراق الثبوتية وعدم حملها خلال هذا اليوم اقلل من مصاريفك وانتبه من المغامرات المالية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم اليوم القمر موجود مقابلك تماما فبيعزز نقاط أو بعطي أنه هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أو تعزيز العلاقة مع شركاء المال أو العاطفة أو المصالحات ولكن بما أن الزهرة بشكل زاوية معناته في عصبية وحدية موجودة عندك حاول قدر الإمكان أنك تتجنب الانتقاد وتوجيه المراحضات وحاذر من المواجهات الكلامية وحاذر من مخالفة التعليمات والقوانين أيضا وانتبهوا على صحتكم بشكل جيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم حاولوا أنكم تنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل لأنه القمر موجود في البيت السادس بيركز على العمل وعلى الصحة ممكن اليوم هيك تجدوا تعاون من بعض الزملاء لإتمام بعض الأمور ولكن في كثير من الأشغال أو الارتباطات على مستوى العمل أو إشي بأرقك إلو علاقة بالعمل حاولوا أنكم تنظموا جدول أعمالكم أعمل الأعمال المهمة والضرورية خلال هذا اليوم قبل ما تنتقل لعمل آخر وأيضا نظموا جدول غذاكم وخذوا قصة من الراحة هذه فترة مهمة جدا بالرغم من التوتر السائد حاضروا من النزاعات ما بينك وبين زملائكم أو غيرهم أو التذمر أو التمرد وحاولوا أنكم ما تغمروا بموقفكم أو موقعكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم قوي جدا على المستوى العاطفي والتقارب العاطفي على مستوى التجميل على مستوى الاهتمام بالنفس نفسيتك ممارسة هواية أو حتى الترفيه يعني الأجواء كلها تقريبا ممتازة جدا اليوم في جميع الاتجاهات وبإمكانك تعزيز العلاقة مع الأحباء مع الأبناء ممكن اليوم تسمع خبر صار جدا أو فيه فرحة تعم على مستوى البيت أو العائلة وتكون الحضوض يعني مش قوية كثير ولكن فيه حضوضة بتدعمك هاي فترة مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية لتلطيف الأجواء والمصالحات ولكن لا تنسى أنه فيه زاوية حد جدا أي مشاكل عاطفية ممكن تتطور للأسواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة أو التقارب العائلة ممكن اليوم تهتم بمسائل العناقة بالبيت، بالعقارات، ببيع، شراء، ديكور حدث عائلي مهم بالنسبة لأيلك ممكن بعض الأعطال اللي تهتم بعض التصليحات ولكن احذر من المصاريف المفاجئة أو صحة أحد أفراد العائلة ممكن اليوم تقدم على خطوة جريئة أو تظهر بعض المسائل المهمة اللي تحتاج للحوار والنقاش بدون أي حدية وعصبية وخلافات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو وطبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر الاتصالات، الامتحانات، النقاشات، الحوارات، التنقلات اليوم طاقة عالية جداً موجودة عندكم أشخاص من موليد برج الدلو ممكن اليوم ينطلقوا بمرحلة مهنية للترويج لمشروع بنجاح هذا اليوم مناسب للامتحانات والترويج أو التسويق لسلعة معينة أيضاً اللي بيشتغلوا في مجال السيارات أو الإلكترونيات اليوم بيبدعوا بشكل كبير يعني الأجواء على كل المستويات حتى الحوارات مع الأحبة مع الأخوة مع الجيران برضو بتكون مثمرة بس نقطة أنه انتبهوا أثناء قيادة السيارة بالشوارع الداخلية أو الخارجية لأنه شوي ممكن بعض الأعطال اللي إلها علاقة بالسيارات اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادةً بيجي عن طريق عمل إضافي أو مستردات أو مال بيعدلكم أو ممكن تحصلوا على هدية أهمش أنك ما تضيع الفرصة اليوم لأنه في بعض المكاسب أو الطرق اللي ممكن تحصل منها مكسب أو تحسن وضعك المالي حاول أنك توظف طاقتك الذهنية والفكرية البناء عشان تضع حد لبعض التساؤلات ناقش بوضوح وتجنب الالتباسات قدر الإمكان حاول برضو تنتبه من المحتهلين أو النصابين بالفترة هاي وابعد عن المصاريف اللي ما إلها أي داعي ولكن الجو ممتاز للمطالبات أو تحصيل بعض الأموال اللي بتخصك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء